وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشعيعية بمجلس نواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة مؤكدة الاستجابة في اجتماعها الأخير لطلب نقابة المحامين بإحالة المذكرة بدلا من المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه جرائم الجلسات كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهدف إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة